شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مددولي نظيره لولاية بفاريا الألمانية ماركس زوجر مراسم توقيع على نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ولاية بفاريا الألمانية بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين على همش التوقيع كده وزير الطاقة والكهرباء المتجددة محمود عسمة أن توقيع إعلان النوايا المشترك يأتي في ضوء اعتماد مصر لاستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب